جهت الأمم المتحدة انتقادات لجماعة الحوثي متهمة إياها بفرض قيود على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم ما يتسبب في إعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في اليمن وسبق لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم ميليشيا الحوثي بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة من أفواه الجائعين كما كشفت إحصائيات عن استمرار استلاء الميليشيا على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبحسب منظمة حقوقية يمنية فإنها رصدت شهادات مدنيين عن استخدام ميليشيا الحوثي المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من المنظمات الأمم المتحدة لتمويل المجهود الحرب الحوثي وابتزاز السكان للدفع بأبنائهم لجبهة القتال الأسبوع الماضي تم اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة بما في ذلك أحد زملائي في صنعاء بالإضافة إلى موظفين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمع المدني بشكل تعسفي من قبل الحوثيين وما زال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بالإضافة إلى أربعة من مكتب المفوض السامي ومنظمة اليونسكو جرى اعتقالهم خلال 2021 و2023 نحث الحوثيين على احترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي والإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الفور إن مثل هذه الاعتقالات التعسفية ليست الإشارة المتوقعة لجهة فاعلة تسعى إلى حل للصراع عبر الوساطة كما نعرب عن قلاقنا بشأن حكم جماعة الحوثي المستعجل على 45 شخصا بالإعدام ونكرر دعوات الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن عقوبة الإعدام في القانون والممارسات في كل مكان في العالم وكان مندوب اليمن في مجلس الأمن طالب المؤسسات الدولية في اليمن بنقل مقراتها إلى عدن وقال السعادين ميليشيات الحوثي تستخدم الحديدة وموانئها كمنصة لتهديد الملاحة تقدد الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لعمل في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية للعاصم المؤقتة عدن لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل أو قيود ونقدد كذلك الدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم التفاق الحديدة بسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والتحرر من القيود التي تفرضها هذه الميليشيات على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام إذ إن تغاضي المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر عن نواحي القصور في أداء البعثة لمهمها قد مكن الميليشيات الحوثية من استخدام الحديدة وموانيها كمنصة لتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم الأقليمي والدولي هذا وأطلق رؤساء ست وكلات تابعة للأمم المتحدة وثلاث منظمات إنسانية دولية نداء مشترك إلى المتمردين الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن 17 من موظفيهم الذين اعتقلوا مؤخرا إلى جانب آخرين تحت جزهم الميليشيا وكان الحوثيون أعلنوا أنهم اعتقلوا أعضاء فيما أسموها شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية وذلك بعد أيام من اعتقال موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وقال رئيس جهاز المخابرات الحوثيين إن شبكة التجسس عملت لأول مرة خارج السفارة الأمريكية في صنع وأضاف أنه بعد إغلاقها واصلوا أجندتهم تحت غطاء المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وأدانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشدة إساءة معاملة واحتجاز الموظفين الحاليين والسابقين في الوكالة وكذلك موظف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ينضم إلينا من القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية أهلا وسهلا بك سيد نبيل معنا في التاسعة عشرة يعني عندما يطالب المبعوث الأممي الحوثيين لإطلاق صراح موظفي الإغاثة المعتقلين هذه ليست المطالبات الأولى ولكن هل يمكن فعاليا استغلال ما يتم ربما تجميعه من تقارير مضاعفة لتشكيل ضغط ما وأي نوع من الضغط هنا يمكن أن يمتهج بداية أسعد الله مساكي ومساكي أهلا وسهلا دعينا نبدأ منذ البدايات الأولى لهذا الأمر نحن في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان قدمنا العديد من التقارير المكتوبة وأيضا المصورة التي تثبت كيف يتم توجيه أعمال الإغاثة الإنسانية سواء في دعم المجهود الحربي لدى الحوثيين أو في ابتزاز المواطنين وغيرها من الأعمال وصولا إلى بيع المواد الإغاثية في عدة مناطق هذا أولا ثانيا تحدثنا مرارا أن ما تقوم به منظومة الإغاثة الإنسانية في اليمن لا يزال بحسب تقديرنا أنها لا تحقق أكثر من 30% من ما يجب أن يصل إلى المواطنين هذا كله جعلنا نطالب وبشدة أولا أن يتم تحويل كل إدارات عمليات الإغاثة الإنسانية والحقوقية إلى العاصمة عدن لتأمين عمل هذه الجهات بشكل صحيح لكن هل عمليات التأمين ستكون سهلة ومتاحة برأيك؟ تسمعينني؟ نعم أنا أسأل عن عمليات التأمين يعني إن نقلت إلى عدن هل سيتم تحقيقها على الأرض ميدانية ستكون سهلة ومتاحة؟ سيد نبيل أنت معنا هل تسمعوني؟ طيب يبدو أن سيد نبيل لا يسمعنا طيب كان معنا من القاهرة سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القالونية وحقوق الإنسان اليمنية يبدو أن هناك مشكلة من المصدر شكرا لك أو سنعود ونحاول معك مرة أخرى سيد نبيل عدم عنا مجدداً سيد نبيل تسمعني الآن؟ أسمعك جيداً نعم كنت تتحدث عن مطالبات بنقل المنظمات الإغاثية وإدارتها إلى عدن ما إمكانية تطبيق ذلك فعلياً على الميدان؟ وهل هناك يعني هل هذه الإجراءات ستكون متاحة؟ متاحة وأعلننا أكثر من مرة سواء أننا على استعداد لتأمين تواجد هذه المنظمات وتسهيل عملها بل أننا دعونا أكثر من مرة أن تكون هناك استراتيجيات مشتركة ما بين الحكومة والجهات الدولية لعمل خطط عمل مشتركة وبالتالي هذا كان جانب أساسي النقطة الثانية لطالما تحدثنا أن إمكانيات ميناء عدن أعلى بكثير من إمكانيات ميناء الحديدة في استقبال المواد الإغاثية وأن وصولها إلى عدن سيسهل تحريك هذه المواد في اتجاهات صحيحة بل وتم تسهيل من قبل الحكومة في فترات سابقة بفتح 22 ممر لتسهيل دخول هذه المواد الإغاثية النقطة الثالثة في اعتقادي أن نعم سيد نبيل يعني بعجالة ليس لدينا الكثير من الوقت أريد السؤال هنا على ماذا تساوم ميليشيا الحوثي عندما تحتجس هؤلاء الأمميين العمال في الإغاثة أولا ولماذا دائما الاتهامات بالتجسس وهذه المزاعمة هل هي فقط لكسب تعاطف شعبي هم يريدون يا سيدتي أولا أن يبرروا كثير من قضايا الانتهاكات التي يقومون بها على الأرض بأن هناك خطر وأن ما يقومون به هم نتيجة ما لديهم من معلومات حول مخاطر معينة وبالتالي لا بد من أن يصطنعوا أخطار معينة ويتحدثوا عنها مثل ما يحدث الآن أعتقد أيضا اللغة المهادنة التي تتحدث بها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومسؤول الشؤون الإنسانية هذه اللغة الناعمة أغرت الكرثيين كثيرا في أعمال تأني وصلت لهذا الصلاة من القاهرة كنت معنا نبت